اشتركوا في القناة وقال سموه في برقيته ان استضافة المملكة لقمة البحرين في هذه المرحلة الدقيقة والهمة التي تشهد فيها المنطقة أحداثا وتطورات متسارعة تستوجب تعاونا عربيا وأوثق لتجاوزها ويأتي ليؤكد على التزام مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة بمواصلة دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرتي نحو تحقيق التكامل والتضامن العربي بما يعود بالخير والنفع والنماء على كافة الدول العربية وشعوبها الشقيقة وأشهد سموه برئاسة جلالة الملك المعظم الحكيمة لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي كان لها الدور الأكبر في نجاحها وفيما توصلت إليه من نتائج ستسهم بإذن الله في الدفع بمسارات التنمية في الدول العربية نحو مزيد من ازدهار والنماء في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحقيق الأهداف وتطلعات التي يصب إليها الجميع كما أكد صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية ما جاء في خطاب جلالاته السامي من تشخيص دقيق لواقع التحديات التي تمر بها المنطقة وأفق لمستقبل العمل العربي المشترك والذي تجلى فيما أكد عليه جلالته أيده الله من وجوب التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا غينا عنه لصون المسيرة الإنسانية وتأمين وصولها لغدها المشرق وما أعلن عنه جلالته في خطابه الجامع بشأن تقدم مملكة البحرين بمبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها مؤكدا سموه بأن ما أعلن عنه جلالته في خطابه السامي سيحظى بالمتابعة المستمرة من حكومة جلالته التي تتشرف دوما بحمل مسؤولية تنفيذ توجيهات جلالته السامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الشقيقة وجامعات الدول العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر